الفتوحات لمن؟ الله قال تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح الفتوحات لكل مريد صادق أكثر الطرق على الباب لمن قرع الباب الفتح من الوهاب لمن أكثر قرع الباب والمعنى هذا الكلام علشان يكون أكثر قربا للمشاهدين لو ستك تسمحيني السير إلى الله جل جلاله بالهمم السير إلى الله ليس بتحرك القدم بل بسمو الهمم بما معناه إيه اللي يفرق فيه سيدنا الشيخ عبد القادر الجلاني عن أمثالنا من الفقراء اليوم من عموم المسلمين السيد عبد القادر الجلاني كان صاحب همة عظمى يعني أودع الله في باطنه شغف عظيم سير عظيم تعلق عظيم بالملأ الأعلى توق عظيم إلى الملأ الأعلى يعني بداخل هذا الجسد والجثمان المسمى باسم عبد القادر الجلاني ضاقة من التعلق بالحق تنزاح لها الجبال يأتي على إثرها الفتح فيه إنسان تاني بيصلي وبيعبد ربنا بهمة فاترة وبهمة منصرفة وبيصلي الصلاة وهو مشغول بشؤون الحياة وبشؤون الدنيا لم يجاهد في باطنه لكي يتزكى لم يكثر من الذكر لم يكثر من الإنابة لم يتحرك إلى الله فشتان لا يستويان أبدا طيب والفتح عند الكل بحسب استعداده وبحسب ما بذل وبحسب ما تعلق وبحسب لكن كان الصالحون يقولون وإنما فضلكم أبو بكر بشيء وقر في صدره وإليه الإشارة في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم لكن ينظر إلى قلوبكم شتان بين إنسان نظر الله في قلبه فوجده شديد التبجيل والتعظيم والتمجيد والتفخيم لمقام الألوهية ولشعائر الدين وللجناب النبو المعظم كثير السير إلى الله مش بكثرة أنه يقول مئة ألف ولا مئة ألف رب عشرة من الذكر بحضور تساوي مئة ألف مع غفلة فخلاصة القول أنه متى يأتي الفتح ولمن يأتي لإنسان وقف على باب الحق بكامل الأدب وبكامل العبودية متأسيا مقتديا متخشعا حاضرا متأدبا بأدب الشرع الشريف معظما لشعائر الحق يبسط يد الخير إلى الخلق أما الإنسان صاحب النفس الحاضرة أو النفس الغالبة اللي بتملأ نفس الإنسان شحناء ولدد وخصومة ده بيعطل الفتح ويعرقله ده حجاب بينه وبين الله آدل لأهل اللي بيسموه حجاب متى يهتك هذا الحجاب أو يرق الحجاب ويلطف ويبقى شفاف تنفذ منه الفتحات والأنوار بالمجاهدة الباطنية التي هي تزكية النفس سيجري فيها استئصال سيجري فيها إزالة حظ الشيطان سيجري فيها صبر على أن يصل الإنسان بنفسه لحال التزكية أن تصير النفس من الداخل ليس فيها معاني الحقد ليس فيها الحسد ليس فيها الكبر ليس فيها الأنانية بمثل هذا يأتي الفتح أدب كامل مطلق مع الحق جل جلاله ومع الأكوان من حولنا ثم مع الخلق